أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت وباعتتها إحدى أخواتنا من هنا تقول أختكم في الله أم خديدة أم خديدة عرضنا لها بعض القضايا في حلقة مضت وفي هذه الحلقة تسأل فضيلتكم الشيخ صالح وتقول أهل بلدنا عندهم بعض الاعتقادات الخاطئة مثل الحلف بغير اليار وزيارة الأضرحة والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم يصومون ويصبون ويحجون ويتصدقون هل يصح لنا أن نقول لهم إنكم مشركون ونشرح لهم ما هم فيه من الضلالة كيف نتعامل معهم وهم في هذه الحالة وعندما نذكرهم بالله وآياته يقولون ويقولون لنا إننا نؤمن بالله وأنتم تنتبون إذا الشيخ محمد بن عبدالوهاب وجهونا حول هذه القضايا جداكم الله خيرا ولا سيما وقد ضقنا بها ذرعا وفقكم الله لكل خير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فإن الحالف بغير الله شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرت ثم هذا الشرك إن كان قصد الحالف تعظيم المحلوف به فما يعظم الله عز وجل كما يحصل من عباد القبور وعباد الأولياء والصالحين أنهم يعظمون هؤلاء فما يعظمون الله عز وجل أو أشد ولذلك يتساهل أحدهم باليمين بالله ولا يتساهل بالحالف بالضريحة أو بالقبر فهذا شرك أكبر أما إذا لم يصل إلى هذا الحد ولم يعظم المخلوق كما يعظم الله فإن الحالف به يكون شركا أصغر والشرك الأصغر خطره عظيم وهو أكبر الكبائب فعلى كل حال هذا أمر خطير جدا وهو الحالف بغير الله عز وجل وأما زيارة الأضرحة التي بني عليها مشاهد وقيم عليها قباب من أجل تعظيمها والتبرك فيها فلا يجوز للمسلم أن يزورها إلا على وجه الإنكار والدعوة إلى الله عز وجل أما من يزورها معتقدا فيها البركة ويتبرك بها ويستغيث بأصحابها ويطلب منهم المدد فهذا شرك أكبر لا يختلف عن الشرك باللات والعزة ومنات الثالثة الأخرى لأن هذه الأضرحة أصبحت أوثانا تعبد من دون الله عز وجل الذي يزورها بهذا القصد زيارته شركية وهذا شرك أكبر والعياذ بالله لا ينفعه معه صلاة ولا صيام ولا حج ولا أي عمل لأن من أشرك بالله الشرك الأكبر حبط عمله قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين قال تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا فعمل المشرك الذي يدعو الأضرحة والقبور ويستغيث بأصحابها عمله حابط وباطل صلاته وصيامه وحجه وجميع أعماله لأنه لم يبني على عقيدة صحيحة والعمل لا بني على غير عقيدة صحيحة فإنه يكون باطلا كما أنه إذا بني على غير اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون باطلا ومردودا فالعمل لا يقبل إلا بشرطين الإخلاص لله عز وجل والسلامة من الشرك والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والسلامة من البدعة والقرافات فليس النظر إلى كثرة العمل وإنما النظر إلى صحة العمل ومطابقته لما شرعه الله عز وجل وسلامته من الشرك والمفسدات وأما ما تقومون به من النصيحة والدعوة إلى الله فهذا عمل جليل تشكرون عليه وعليكم المضيء في هذا الأمر والمناصحة لوالديكم وإخوانكم ولجميع المسلمين هذا هو الواجب وإنما تشتد الحاجة إلى الدعوة في هذه الأمور التي بولي بها كثير من الناس وظنوها من الدين وأما تلقيبكم بأنكم أتباع لمحمد بن عبد الوهاب فهذا شرف لكم لأن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعا إلى توحيد الله وإخلاص العبادة لله ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسير على منهج السلف الصالح فالذي يتبعه في هذا المنهج إنما يتبع دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وليست دعوة بن عبد الوهاب وإنما شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله متبع للرسول صلى الله عليه وسلم ومبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجدد لهذا الدين بعد من درس في هذه البلاد وفي غيرها فالانتساب إليه وإلى دعوته شرف لأن اتباع أهل الحق حق قال تعالى سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار قال عليه الصلاة والسلام وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة قال ومن هي يا رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي فاتباع السلف الصالح هذا شرف وحق ولو عيرنا به فإننا لا نعبأ من ذلك فإن أهل الباطل يعيرون أهل الحق دائما وأبدا لينفرهم من الحق الذي هم عليه ولكن هذا لا يضرهم بل يزيدهم شرفا ويكفيهم كله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقب بألقاب منفرة ساحر كاهن كذاب مذمم معلم مجنون إلى غير ذلك وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج ولا ضرر في أن يلقب أتباعه بالألقاب المنفرة ولكن هذا لا يضر ولا يثني أهل الحق عن حقهم وإنما هو شرف لهم كما قال الشاعر وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي الشهادة لي بأني فاضل والحمد لله هذا شرف لنا الله جل وعلا يقول والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان فلحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل مرهم بما كسب رهين فوعد الذين اتبعوا آباءهم في الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى يجمع بينهم في درجات الجنة مع آبائهم لتقرأ عين بعضهم ببعض وقال عن يوسف عليه السلام واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإصحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء فالاتباع الحق والمتابعة على المنهج الصحيح هذا شرف وإذا عير الإنسان به فإنه لا يلتفت إلى ذلك لأن هذا التعيير إنما جاء من أغداد للحق ومخالفين للحق والمسلم لا يقصد الثنى والمدح من الناس وإنما يقصد رضا الله سبحانه وتعالى ولو عابه الناس وفي الحديث من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس